اشتركوا في القناة ولملوكهم غير الشرعيين ألم يكن كذلك؟ منذ سنوات منذ سنوات ونحن ننتظر قائداً مقدساً من بيننا يخاف الرب وليس السلاطين الملحدين غير المعروف أصولهم وأنسابهم كهيرودو الكبير وهيرودوس وأولاده الفسدين ألم نكن كذلك؟ بل يحيى عيسى بل يحيى عيسى اليهودية تحتاج إلى سلطان مقتدر ولكن إلى سلطان من آل عمران يتمتع بقدسية يعقوب والأصباط الاثنى عشر ويملك عظمة سلطة داود وسليمان أيضاً والآن نحن نستطيع باتباعنا لعيسى النبي الجديد لبني إسرائيل أن يكون لدينا سلطان مقدس ثانيةً عيسى بن ماريام ومريم هي من أحفاد داود الملك إذن فليحيى عيسى ملكنا المقدس فليحيى عيسى بل يحيى عيسى اتركونا. 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 اتركونا بسلام. اتركونا. ما هذه العلاقة؟ الجميلة. تمتص الدم ومن ثم تقذفه خارجا. تمتص ثم تعود وتقذفه. برأيك. هل ليس نفسه يميل إلى ما يراه ويسعى إليه الناس؟ لا. أنت تعرفه أفضل منا بكثير. إنه يقول إنه لا يرغب في ملاذ هذه الدنيا. إذا فما الذي يريده؟ فلينسحب نهائيا وينهي هذه الأزمة. حضرة قيافة. المشكلة هي الرغبة الزائدة للناس في هذا الرجل. نعم. الناس؟ أي ناس تقصد؟ هل تقصد هؤلاء الحمقى الرعاع؟ لقد سمعت أن عيسى كان قد قال أنا شفيت الأعمى. قد شفيت المجذوم أيضا. لكنني لم أستطع أن أداوي الحمقى ومعه حق. أنا أؤيده في هذا. أجل. أنا أرى أنه محق في هذا. لأن الحماقة الهمجية لليهودية ليس لها أي علاج. صحيح. لكن لحصن الحظ فإن عيسى لا يعتبر تهديداً حقيقياً لنا في هذا المجال. بعد التعميم الصادري عن مجلس شيوخ روما الذي على أساسه منع أي تجمع أو تحريض باسم عيسى واعتبروا ذلك جرماً فقد اختلفت المسائل كثيراً. ولقد منعوا تسمية عيسى بالرب. ولكن على أي حال فإن مجلس شيوخ روما أفضل لنا بكثير. ماذا تقصد بهذا الكلام؟ هل تريدنا أن نرسل عارضة أخرى إلى مجلس الشيوخ حتى يصدر أمراً مرة أخرى كي لا يدعوه شعبنا بالملك؟ أهذا ما تريده؟ يكفي هذا. التاريخ سيضحك علينا. سنصبح مضحكة للكبير والصغير. حينها سوف يقال لنا في كل مكان انظروا، انظروا كيف أن حضرة روح الله قد دمر كل نظام محكمة العليا في ليلة واحدة. كان بودي أن أعلم من وراء هذه الفتنة التي أدت إلى أن يلقب عيسى بملك اليهودية. بودي أن أعلم. بعد إذنك يجب أن أقول لك أني أنا كنت وراء هذه القصة. ماذا؟ أنت؟ لكن لماذا أنت؟ أنتم تعلمون جيداً بأنه لا يمكن أبداً محاربة منافس قوي وكهذا من جبهة واحدة فقط. ذلك لن يفيدنا. حاولنا نحن وحاول هيرودوس وحتى الرومان حاولوا مرات عدة لكي يكسروا شوكته ولكن باءت محاولاتهم كلها بالفشل. انتبهوا قليلاً. نحن في المحكمة العليا ليس لدينا أبداً المقاومات المادية أي القوات الرسمية لمواجهة عيسى. القوى العسكرية والنظامية في هذه البلاد تقع تحت أميرة بيلاتوس الذي لا يظهر أي رغبة في التعاون معنا مطلقاً. وهيرودوس يشغل حياته بالسكر والملذات دائماً. لقد ارتأيت أن باستطاعتنا أن نخوف الرومان وهيرودوس معاً. وذلك بحكاية جديدة. ليس هناك وسيلة أفضل من طرح انقلاب شامل ضد السلطة الحاكم. وذلك عبر نشر شائعة عيسى باعتباره كما يدعي ملكاً لليهود. وسنجعل الرومان وهيرودوس يتحدون معنا. حتى الآن لم نتضرر من الحكاية. وأمل أن نقطف ثمار هذه الخطة في أقرب وقت. هالياً علينا نحن أن نتعرض لموضوع اعتبار عيسى وابن الرب الذي منع الرومان الشعب في التكلم عنه أو التطرق إليه في أي موضوع. يجب أن نلطخ سمعته بين عامة الشعب المتدينين. نحن نقول دائماً للناس إن النبي الموعود بمشيئة الرب سوف يأتي إلى هذا العالم لخلاص أمة بني إسرائيل المختارة. والناس حتى الآن لم يقفوا في وجهنا لأنهم يعتبرون المحكمة العليا نائباً معنوياً. لذلك النبي الموعود ويكنون الإحترام والحرمة لها. لكن إن علموا أن الوضع مختلف عما أخبرناه أن المسيح لن يأتي إلى هنا لقيادتهم هم فقط. بل دعوته تشمل جميع الأمم وشعوب الأرض. فسوف تتقطع جميع أوصال المؤامرة. عجيب عجيب. إنه إنه يحاول أن يأخذ كل شيء منه تعاليمه. فهذا أن نقتله وننتهي منه سوف نفكر في حل لتعاليمه الخاطئة. صحيح صحيح. يكفي أزل هذه الحشرات عني. ماذا قلت يا جناب قيافة؟ إنتبه إنه أطرق. قد نسي أنه لا يسمع. شكراً. أنا أريد. شكراً. تفضلت. نعم. نعم. أنت محب. شكراً. هل تريد أن تقاسبني هذا الخمز؟ تستطيع أن تفعل؟ شكراً. 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 طعام لذيذ. شكراً. أنت واحدٌ من أولماء شريعة موسى. ولديك اطلاع كبير على أسفار الأنبياء السابقين قل لي بدقة كيف هو ميثاق الرب مع أبينا إبراهيم عن النبي الموعود هل الموعود هو من ذرية إسحاق أم إسماعيل أيها المعلم كيف لي أن أتكلم عن هذا الميثاق في حين أن مجلس المحكمة العليا قد أقرأ بعقاب الإعدام لأي شخص من الأعضاء الذين يعلمون الناس بعقيقة ذلك الميثاق أنا أخاف من عقاب الموت أتخاف من أن تفقد حياتك غير المستقرة والمحكومة بزوال الدنيا؟ قل ما تعتقد أنه الحقيق لقد رأيت في مكتبة قيافة رئيس الكهانة كتاباً صغيراً قديماً كان قد كتب بيد موسى إنه الكتاب الحقيقي لموسى نبي الرب لقد كتب في ذلك الكتاب أن إسماعيل هو وارد المسيح النبي الموعود وإسحاك هو وارد أنبياء بني إسرائيل لقد قرأت في ذلك الكتاب عن موسى يا إلهي يا رب بني إسرائيل المقتدر والعطوف أظهر أظهر ضياء كبريائك على عبدك ثم بعد ذلك أظهر الرب لموسى نبيه الموعود على يدي إسماعيل وأظهر إسماعيل على يدي إبراهيم وإسحاق يقف إلى جانب إسماعيل وبيده طفل صغير وكان هذا الطفل يومئ بيده إلى النبي الموعود وكان يقول له هذا هو هذا هو الذي خلق الرب كل شيء لأجله ثم فقد موسى رباط تجأشه من شدة فرحه ونادى يا إسماعيل إن العالم والجنة أصبح موضعين بين يديك الآن حقاً يا إسماعيل يا معلم في الحقيقة لم أرى شيئاً يذكر أن الرب يأكل لحم الحيوانات أو الخراف لم يكتب في ذلك الكتاب أن الرب حصر رحمته على قوم بني إسرائيل فقط بل إنه مكتوب فيه بأن رحمة الرب تتسع لكل إنسان يشاء الرب أن يوليئه رحمته أن لا أستطيع أن أفصح أن مضمون ذلك الكتاب كله لأن الكاهن الأعظم الذي كنت مجغولاً بقراءة هذا السفر في مكتبته منعني من قراءة باقي صفحاته وقال لي لا تقرأ أكثر من ذلك ولكني أعرف جيداً بأن أحد الإسماعليين هو من كتب هذا ثم أخذ الكتاب مني ولم يسمح لي بقراءته ثانية لم يسمح لي أبداً الآن أفلحت بعد أن قلت الحق ولكن أعلم عليك أن لا تسعى إلى دفن الحق لكسب رضا أي مخلوق الرياضي اشتركوا في القناة ايها المعلم يا معلم يا معلم اخي ماذا حدث؟ اخي انه يموت لا تكي كيف يمكن لي قلبك اخي الوحيد على وشك الموت اين منزل اخيك هو يسكن في بيتي عاني يا معلم انه يموت اخي يموت يا معلم لا بأس قومي الان وارجعي الى اخيك قومي اقول لك قومي واذهبي الى اخيك لا تجزعي ولا تترددي اخي 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 ا ولكن يا معظم اذهبي قلت لك أن ترجعي إلى أخيك هو لن يموت شكراً لكم معلم وعدتنا ذلك اليوم في المعبد أن تتحدث إلينا وتخبرنا عن المستقبل وبعض الآيات عنه ألم يحن موعد التحدث عن تلك الآيات؟ إن هذا السؤال الذي سألته عظيم جداً والجواب على هذا السؤال أعظم منه أيها الحواريون انتبهوا جيداً أنا لن أبقى معكم لمدة طويلة فانتبهوا إذن لكي لا يضلكم أحد فكما تطلع الشمس من مشرق هذا العالم إلى مغربه وتغرب في ذلك المكان فإن ابن الإنسان سيظهر على العالم بهذا الشكل الواضح قلت ابن الإنسان معلمي لقد رأيت هذا في أسفار الأنبياء السابقين عدة مرات من ابن الإنسان هذا؟ إنه آخر منقذ للبشرية جمعاء وقد حفظه الرب المقتدر لنجاة عباده الصالحين فبعد كل المصائب التي ذكرتها ستنطفئ الشمس المضيئة والقمر لن يضيئ ثانية والنجوم ستسقط من السماء وسوف تزلزل الأفلاك بقوة وعندها ستظهر آية ابن الإنسان المباركة في ذلك الوقت أمم الأرض ستندب حظها من كل المصائب التي اقترفتها وسوف ينوحون ويبكون كالأم الثكلة التي مات ابنها ثم يرون ابن الإنسان يأتي إليهم على السحب بقوة وجلالة مهيبة لم يروا مثلها أبدا يا معلم ليتك تخبرنا قليلا عن يوم ولحظة ظهوره لا أحد يعلم شيئا عن ذلك اليوم أو تلك اللحظة حتى ملائكة السماء ظهور ابن الإنسان سيكون مشابها لزمان النبي نوح لأن الناس كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون حتى قبل أيام معدودة من الطفان حتى ذلك اليوم الذي ذهب فيه نوح مع المؤمنين القلة ودخلوا السفينة مع كل ذلك لم يفهم الناس الغافلون قرب زمن نزول العذاب عليهم لم يفهموا ولكن بعد ذلك أتى الطفان وأخذت السيول المهولة كل شيء معها من هذا المثل اعلموا كيفية ظهور ابن الإنسان لذلك كونوا يقيضين وكونوا مستعدين لأنكم لا تعلمون في أي ساعة سوف يأتي ليتني أعرف كيف يكون وضع أهل الأرض حين ظهوره أنا سوف أقول لك عندما يجلس ابن الإنسان على كرسي جلالته تجتمع جميع أمم الأرض تجتمع في حضوره وعندها سوف يقوم بشق الصفوف بينهم ومن ثم سوف يضع مجموعة عن يمينه ومجموعة أخرى عن يساره ثم يقول للمجموعة التي على يمينه تعالوا أيها المتبركون تعالوا وخذوا الملكوت الذي هيئ لكم منذ بدء العالم إذن الويل للذين اجتمعوا عن يساره لأن نصيب هؤلاء هو المكان الذي ليس فيه سوى العذاب والبكاء والندم الشديد وهذا هو جزاء الظلم الذي مارسوه على عباد الرب يا معلم عذرا لسؤالي ولكن هل يستطيع الرب أن ينزل لنا من السماء مائدة من الطعام؟ ما هذا الكلام الذي أسمعه؟ إن الرب العظيم قادر على كل شيء يكفي أن يريد فعل شيء ما فذلك سوف يتحقق بالتأكيد ولكن أيها المعلم الكبير أرجو المعذرة كان بودنا أن نحصل على اطمئنان أكبر على دعوتك عبر هذا السبيل وسنعتبر نزول هذه المائدة السموية هدية العيد بالنسبة إلينا والرب الإله يقول لكم لقد سمعت كلامكم ووصل إلي سؤالكم وسوف أرسل لكم هذه المائدة من السماء ولكن من يكفر منكم بهذه المعجزة فإني سوف أبتليه ببلاء لم أبتلي به أحدا من المخلوقات حتى الآن يا إلهي يا إلهي ما هذا؟ يا إلهي يا إلهي شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. كلوا من هذه المائدة السماوية، وسموا جميعاً باسم الله. ما أطيب هذه السمكة؟ إنها أطيب من جميع السمك الذي استطته في الجليل وأكلته أقسم لكم إنه لذيذ يا أسخريوتي كل هيا ماذا؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر يا أسخريوتي؟ تعال خذ كل كل لن تنفق نقودك على هذا السمك كل هيا كل هل هذا سمك؟ لا 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 أنتم مخطئون هذا خيال لا 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 سم ذلك بالمعجزة لكن لا تتوقع مني أن أقبل هذه الأوهام وهل يؤقل أن تظهر مائلة مليئة بالسمك المشوي فجأة؟ هل تعي ما تقول يا رجل؟ لا 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 يمكن كف عن هذا الكلام يا أسخريوتي نعم 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 أنا لا أصدق هذه التخيلة كف عن هذا هل تدرك ما تقوله يا أسخريوتي؟ نعم نعم أدرك جيدا هل تدرك ذلك؟ نعم أدرك أنت لا تصدق المعجزة كنتم تظنون أن هذه المائدة قد أنزلت من السماء فهذه أوهام وهذه تخيلات وليست معجزة أتدرك ما تقوله؟ سموها كما تشاءون لكن أنا لا أنت الآن تكفر انتبه إلى ما تقوله يا رجل هل تقول لي أن هذا خبز؟ لا لا أصدق لا 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 أنت تكفر أي كفر هذا؟ أنا لا أكفر لا أكفر أنا أقول الحقيقة أنا لا أصدق ما أراه هذه كلها خرافات هل نسيت ما قاله المعلم؟ قال من ينكر هذه المعجزة فسوف يبتليه ربنا ببلاء عظيم كف عن ذلك يا بطرس كف عن ذلك إن يكفر أحد منكم بهذه المعجزة فإني سوف أبتليه ببلاء لم أبتلي به أحدا من المخلوقات حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا معلم لقد قلت لخدمتك الوقف أمامك إن أخاكي لم يموت ولكن أكدتني ذلك أخوكي لم يموت لقد وضعناه في القبر منذ أربعة أيام إنه نائم الآن المية الحقيقي هو من يموت من دون أن يكون قد حصل على رحمة من الرب أيها الناس لعازر لم يموت بل إنه نائم يا رب العالمين يا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أفضي برحمتك على مصيبتي هاتين المرأتين واعتني بهما لعازر لعازر أخرج خرج لعازر من قبره خرج لعازر من قبره آدى لعازر من قبره آدى لعازر من قبيره إنهم لا يصدق انظروا إليه لا يمكن إنكار ذلك لقد أعاده من الآخر وها هو يعود لي هذا في أي حال فإن هذا واقع هذه معجزة أمامنا وهي إحياء لعازر يجب أن نعترف أنه قد قام بعد أربعة أيام وذلك على يد عيسى الناصري تذكر أن لعازر هو من الناس المعروفين في هذه المدينة معجزة من الأفضل أن تقول لنا إننا نشاهد مؤامرة حضرة أخازية سآتي لك بألف دليل أن كل أعمالي هذا الرجل ليست سوى بعض الدسائس وهذه إحدى مؤامراته ليس هناك أي معجزة ماذا يمكنني أن أقول الآن؟ من المؤكد أن ابن يوكيم كان سليماً بالأيام الأربعة تلك التي بقي فيها في القبر وكان حياً يبدو أنه كان متواطئاً مع عيسى الناصري أصلاً لم يفعل الناصري أي معجزة والآن إن سألتموني ما هو سبيل علاج هذه المسألة فسوف أقول لكم إن عليكم أن تدفعوا بهؤلاء الناس إلى الشك ولكن لدي فكرة أخرى أفضل من هذه أيضاً أثناء كانت الأخداء هذا الرجل أقوب الأسجن لديك السماء المسألة المسألة المثال المسألة المترجم